تحذيرات عالمية حول التلوث وتأثيراته على الصحة إلا أن دراسة حديثة ربطت بين تأثير الفقر والتلوث وصحة الأبناء دراسة لباحثين في جامعة كلومبيا شملت 276 امرأة غالبيتهن من قاطنات المناطق الشديدة التلوث والزحام تابعهن الباحثون منذ بداية الحمل وحتى بلوغ أبنائهن سن الطفولة المبكرة الباحثون رصدوا أحوال المشاركات الاقتصادية وأخذوا عينات من الحبل السري للأمهات وقاسوا معدلات ذكاء الأبناء في مراحل متفرقة وفترات زمنية مختلفة ارتفاع نسبة التلوث في دم الأمهات رصدته الدراسة التي أكدت نتائجها أيضا تأخر النطق لكثيرين من الأطفال حتى عمر ثالثة وتسجيل بعضهم درجات منخفضة في اختبارات الذكاء في سن الخامسة والسابعة بعد إعادة الاختبارات فضلا عن إصابة كثيرين منهم بأعراض الاكتئاب والقلق إضافة إلى صعوبة استرجاع المعلومات وضعف الذاكرة الفاعلة الأطفال الذين لم تعاني أمهاتهم الفقر أظهروا مستوى أعلى من الذكاء مقارنة بأقرانهم بحسب ما أكدته الدراسة وفسر الباحثون ذلك بقدرة الفقر على مضاعفة تأثير العوامل البيئية الأخرى خاصة تلوث الهواء ودع الباحثون إلى ضرورة الرعاية النفسية للأمهات الحوامل التي يتعرضن لظروف اقتصادية سيئة فضلا عن علاج المشكلات النفسية التي تعاني منها الأمهات حتى لا تؤثر بالسلب على الأطفال حنين موصلي العربية